اللي جايدة بقى اعتقد دي هتسمعوها الاول مرة اعتقد دي هتسمعوها الاول مرة محمد الشناوي محمد الشناوي عنده عرض مغري جدا ايضا من الدوري السعودي والنادي اللي طالب محمد الشناوي هو طلبه بشكل شافحي دلوقتي النادي ومحمد الشناوي بعد نهاية افراقيا احد المسؤولين في احد الاندية السعودي كلم الشناوي وقال له احنا عايزينك معنا واتاخد مقابل في السنة 3 مليون دولار 3 مليون دولار 120 مليون جنيه 3 مليون دولار ده غير الفلوس او الرقم اللي هندفعه للنادي الاهلي وهندفع للنادي الاهلي رقم كبير قد يصل ل4 مليون دولار وممكن اكتر كمان بس احنا مش هنتفاوض مع النادي الاهلي الا لو انت جبت لنا من النادي الاهلي الترحيب بالمفاوضات احنا مش عايزين نبعت للنادي الاهلي ويقول لنا الشناوي مثلا مش للبيع مش عايزين نسمع عروض فالشناوي دلوقتي بيتحرج في ده بيسأل مسؤول النادي الاهلي بيتكلم مع الناس في الجهاز الفني بيطلب من الجهاز الفني يتواصلوا مع الادارة بيشوف الوضع ايه عشان ينجز كمان هو كمان وضع والشناوي شايف ان الفترة الماضية قدم كل ما لديه وعمل كل شيء مع النادي الاهلي وعمل كل الانجازات العظيمة مع النادي الاهلي والعرض مغري جدا خاصة انه كان رفض عرض مغري جدا في يناير من نادي النصر السعودي فده الوضع بالنسبة للشناوي اللي كانت زي ما قلتلك في يناير هياخد تقريبا ستين مليون جنيه في سنة اثنين مليون دولار من نادي النصر العرض زيت كمان واصبح ثلاثة مليون دولار بس مش نادي النصر المرة دي مش نادي النصر عشان بس هو في ناديين بيتكلموا في القصة دي وانا لسه مش مسك واحد فيهم او مش عارف الاسم بزرابش عايز اقول لك اسم الناديين اصلا بس في احد الاندية السعودية عرض على الشناوي كلمه وقال له هتاخد ثلاثة مليون دولار في السنة ده عقدك انت غير الفلوس اللي هياخدها النادي الاهلي بس هتلينا موافقة او ترحيم من النادي الاهلي انه النادي السعودي يبعث العرض للنادي الاهلي لو الاهلي قافل الموضوع فعرفنا فمش هنبعث اصلا ونبدأ نشوف حارس اخر المعضلة فين هنا يا جماعة اشتبقوا فاهمين ناحة تانية الخليج كله دولي السعودي دلوقتي الارقام اللي بتتدفع في اللاعبين ارقام كبيرة جدا وضخمة جدا فاصبحت مغرية لكثير من اللاعبين التي تنتهي او تقترب عقودهم من الانتهاء في الدور المصر خاصة لو لعيبة مميزة الفارق كبير والنادي في مصر ما مش بكلمك على اهلي بقى ولا زمالك مش هيضر يجاري ده مش هيضر يجاري ده مش هيضر يجاري على فكرة مش بقول برضو مش بقلل من عنديةنا او انهم ما بيتفعوش احنا احنا اكتر دولة في افراقيا اكتر دوري في افراقيا بيدفع للعبين على مستوى الكرة الافراقية بس لما تخش النحى التانية لا اللي بيحصل في السعودية مثلا دلوقتي في الدوري السعودي عندية اوروبية ما تقدرش تجاري عندية اوروبية كبيرة ما تقدرش تجاري الارقام اللي بتدفع في الدوري السعودي اللوقتي فده واقع احنا لازم نتفهمه وبالتالي شطارة بقى الاندية في مصر انها ترتب اوراقها من بدري اللي عقده بيخلص أو اللي عقده مضيه لما يبقى فضله ثلاث سنين مضيه جددله كمان النهاردة من شخص سينايتد نوي يعمل عقد لراشفورد لحد 2030 بيفكر كده لحد 2030 ليه ورقة مهمة مش هسيبه لما يخلص عقده بسنة ولا حاجة ولا بكم شهر وقول له تعالى جدد معي ده الواقع انا بقول كده على الاهلي وزيادش ابدا من اللاعبين حط نفسك دايما مكانهم وين كنت يعني انا لو مكانهم دايما بس خلي كل واحد حر انا دايما في القصة دي بقول كل واحد حر في واحد بيفكر جدا في الفلوس ولو فكر كده فوه مش غلطان بيفكر في مستقبله ومستقبل أولاده وا 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 تفاصيل كثيرة حقه في واحد تاني بيفكر في النادي اللي شرعه والنادي اللي عمله والنادي اللي عمله النجومية وده ممكن يكسبه في المستقبل كتير ممكن ما تكسبش في الحاضر قوي كل واحد بيفكر بطريقته بس اللي اتنين مش غلط على فاك انا قلت الكلمتين دورك وقت رمضان صبحي كمان وقت ما كان الناس كلها تهاجم الأمر قلته ساعة عبدالله السعيد وقلته ساعة أي لعب خرج وبصل للمقابل المادي كل واحد فينا يا جماعة أنت بيبقى قاعد جنبك أخوك بيفكر بطريقة غيرك واحد تلاقي أخوك بيفكر لا أهم حاجة كسب فلوس كتير دلوقتي وفي واحد تاني يقولك لا أنا أهم حاجة السرعة الاجتماعية أو الشكل الاجتماعي أو مستقبلي أو شغلي أو مش عارف إيه أو أكبر كل واحد وله طريق التفكير لا ده غلط ولا ده غلط ببساطة يعني